السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسين من قناة Learn Spanish with Yasin قبل أن نبدأ درس اليوم أتمنى من كل قلبي أن تقوموا بتفعيل زر الجرس حتى يصلكم أي منشور فور نشره قبل قليل توصل معي أحد الأصدقاء على حسابي على الانستغرام Spanish with Yasin بأن أقوم بعمل فيديو أو سلسلة فيديوهات حول اختبار المستوى فقلت لماذا؟ ويبدو أنها فكرة جيدة فقررت أن أفعل الآتي اختبار المستوى A1 وسيكون مقصة إلى ثلاث اختبارات اليوم على سبيل المثال سنقوم بعمل الاختبار رقم واحد بعد أن ننهي ثلاث اختبارات من هذا المستوى سننتقل إلى المستوى A2 ثم B1 ثم B2 أول شيء عليك فعله الآن هو أن تقوم بإيقاف هذا الفيديو واذهب لجلب ورقة وقلم لأنك ستحتاج ذلك لمعرفة نتيجة الاختبار بدون ورقة وقلم لن تتعرف على نتيجة الاختبار لهذا قم بإيقاف الفيديو الآن واذهب الاختبار هو عبارة عن 20 سؤال هناك من هي سهلة؟ سهلة جداً وهناك من هي متوسطة إلى صعبة نوعاً ما بالنسبة لهذا المستوى A1 لكن إذا كنت من الأشخاص الذين تابعوا دروس على القناة الخاصة بمستوى A1 فأنا متأكد أنك ستحصل على نتيجة 20 على 20 ما ستفعله بالورقة والقلم هو كالآتي أكتب رقم السؤال ثم أكتب رقم الإجابة التي ترها أنت صحيحة بعد أن ننهي الاختبار سنقوم بتصحيحه واعتماداً على تلك الورقة التي تتكتب فيها الإجابات ستعرف نتيجة الاختبار فإذا كان عدد الإجابات ما بين 16 إلى 20 صحيحة فمبروك لك لقد اشتست الإختبار بنجاح أما إذا كان عدد الأجوبة ما بين 15 إلى 10 فعليك أن تبدو للقليل من المجهود لكن إذا كان عدد الإجابات التي حصلت عليها أقل من 10 فعليك أن تذهب ودراسة المستوى A1 الذي هو موجود عدنا في القناة عدنا سلتلة خاصة بالمستوى A1 فاذهب وذاكر جيداً أعتقد أن كل شيء واضح ومفهوم إذن لنبدأ الاختبار على بركة الله السؤال رقم واحد Venimos a clase por la mañana o de la mañana o en la mañana السؤال رقم اتنان tenemos dos libros azules azul blanca السؤال سؤال رقم چلاتا a mí me gustu los animales me gustan los animales me gustan los animales السؤال رقم أربع سؤال quiénes hermanos tienes cuántos hermanos tienes dónde hermanos tienes السؤال رقم حمزة سؤال maría es más alta tan Pedro más alta que Pedro más alta como Pedro سؤال السؤال رقم 6 mi padre tiene 48 años 48 años 48 años سؤال رقم سبعة سوي بنتيانيوز استوي بنتيانيوز tengo بنتيانيوز السؤال رقم سمانية السؤال رقم سمانية Tengo tantos amigos que tú Tengo tantos amigos de tú, o como tú سؤال 10 Los niños juego en el parque Los niños jugamos en el parque Los niños juegan en el parque Sؤال 11 Yo te levanto a las 7 todos los lunes Yo se levanto a las 7 todos los lunes Yo me levanto a las 7 todos los lunes Yo me levanto a las 7 de la vez Si me levanto a las 8 todos los lunes Yo me levanto a las 7 todos los lunes Yo me levanto a las 7 de la vez La pregunta es la siguiente Tú comes pasta muchas veces Debes cambiar la dieta السؤال الرقم تلاتة عشر سؤال الرقم 4 سؤال الرقم 5 السؤال الرقم 5 السؤال الرقم 16 السؤال الرقم 16 السؤال الرقم 17 السؤال الرقم 17 السؤال الرقم 16 السؤال الرقم 12 Para tu dedo, para tu cuello Mi mejor amigo ayer trabaja mucho Mi mejor amigo ayer ha trabajado mucho Mi mejor amigo ayer trabajó mucho Estudias muy? Estudias mucho? Estudias mucho? Estudias mucho? الآن سأقوم بنشر الأجوبة الصحيحة لهذا الإختبار قم بحساب الأجوبة الصحيحة اعتماداً على الورقة التي لديك وأخبرني في خانة التعليق النتيجة التي حصلت عليها وألقاكم في الدرس القديم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر